من داخل الكويت تبيعاته لأن إلى غاية الآن حسب ما نتابع من وسائل الإعلام الكويتية الهامة والرئيسة مزيد من التفاصيل المفاجئة التي لا تزال تتوالى نعم أكد لي مصدر حكومي رفيع المستوى قبل قليل بأن الحكومة الكويتية قامت بالفعل بتسليم أفراد الخلية إلى الحكومة المصرية طبقا للتفاقيات الدولية والثنائية بين الكويت وجمهورية مصر العربية إذن تم تسليم أفراد الخلية إلى جمهورة مصر العربية ولكن هذه القضية لم تنتهي بعد فقد أبلغني بأن الحكومة الكويتية مستمرة في التحقيقات مع من لهم علاقة مباشرة وربما غير مباشرة مع أفراد الخلية من كفلهم من أدخلهم البلاد من تستر عليهم وغيره بعض أفراد الخلية بعضهم كان في الكويت لمدة تزيد عن خمس سنوات صدرت عليهم الأحكام أحكام غيابية وهم داخل الكويت إذن هم دخلوا الكويت ولم تكن عليهم هناك أي أحكام صدرت أحكام غيابية أثناء وجودهم في الكويت إذن من تستر عليهم هل يعرف هذه المعلومة أم لا أيضا المصدر الحكومي الكويتي أبلغني بأن إذا كانت نتيجة التحقيقات تثبت تورط مجموعة إضافية مع أفراد الخلية كانت تنوي القيام بأعمال ضد جمهورة مصر العربية وغير ذلك فربما تقوم جمهورة مصر العربية بالطلب يعني تسليم هؤلاء طبعا أكد لي أن له لا يوجد هناك أي طلب إضافية الآن من الحكومة المصرية لتسليم أعداد إضافية إلى الحكومة المصرية ولكن طبق لنتائج التحقيقات التحقيقات سوف يعني إذا كانت تتائجها تثبت تورط مجموعة جديدة فإن حكومة المصرية ربما تطالب بتسليمها ولا طبعا يجب أن نذكر أن الدستور الكويتي يمنع تسليم أي مواطن كويتي إلى بلد آخر وهذا ما يعني أنه ستتم محاكمة من يتورط إذا كان هناك كويتيين متورطين في هذه القضية ستتم محاكمتهم بداخل الكويت طبعا هذه المعلومات ما زالت يعني معلومات كثيرة يعني صدرت عن تنشر عن هذه القضية عن هذه الخلية من أدخلهم البعض يقول أنه تم كفالتهم من قبل جمعيات خيرية وما إلى ذلك هناك معلومات تقول بأنهم الذين كانوا في الكويت منذ خمس سنة لم يسافروا خارج الكويت ربما فقط شخصين أو ثلاث سافروا إلى الخارج وكانت لهم علاقات أخرى الأحكام التي صدرت بحقهم تتفاوت بين سنتين عامين إلى خمسة عشر عام إذن ما هي طبيعة هذه الجرام التي قاموا بها؟ هناك معلومات تأتينا من جمالة مصر العربية تتفاوت حول هذه القضية وهذه الأحكامة وركم في هذه الأحكام مع أحمد مهر